من دي هاخد برضو رأيك في التشكيلة الأقرب للنادي الأهلي بعد الصفقات الجديدة طيب أنا عندي تشكيلتين للنادي الأهلي التشكيلة اللي ممكن تلعب 75% من المباريات مثلا وفي تشكيلة تانية دي من وجهة نظري علشان كولر عمل حاجة معاينة هروح ليها في المتشاط اللي الأهلي هيبيلعب فيها برا الأرض أو بيلاعب فرق الكواليتي بتاعتها أعلى من نادي الأهلي زي الانتر كونتنينتر أو زي كاسا العامل لأندي منيجي نشوف التشكيل الأولاني وده أنا شايف التشكيل ده اللي هيبقى العادي اللي مورس الكولر هيلعب به وبنسبة كبيرة هو ده اللي ممكن يلعب به مباراة السوبر أما تيجي تفرر قدامنا دي زباك سوبر أفريك بالضبط قدام سوبر أفريك دي الأولانية خالص محمد الشناوي طبعا أشرف داري من وجهة نظري هو اللي هيلعب مكان رامي ربيعة ورامي ربيعة هو اللي هيجي مكان محمد عبد المنعم الأزمة اللي موجودة عند النادي القلب على رحيل محمد عبد المنعم ولا واحد من دول بيلعب شمال الوحيد اللي كان بيلعب شمال محمد عبد المنعم يوسف أيمن بيلعب يمين أما تركت عليه في دور القطري نفس الكلام أشرف داري بيلعب يمين ونفس الكلام رامي ربيعة بيلعب يمين فأنا بشوف أن رامي ربيعة نظراً لأن رامي ممكن يكون مميز في خروج بالكرة شواء مميز في إرسال الكور العالية فهيلعب هو مكان محمد عبد المنعم وأشرف داري هيبقاء أمين لا أشرف داري حاجز مكانه بصفا الساق بالمناسبة أنا عايز أقول حاجة الربيعة يلعب شمال الناس بس بتنسى ربيعة كان بيلعب أكثر ناحية الشمال من ناحية المنعيم والجمعة كان بيلعب وهو ناحية الشمال وياسر رئيم بيلعب هو ناحية الشمال هو دايما هو غالبا بيلعب رابعة ربيعة ناحية الشمال ولما جه حل أزمة موسماني شوية كان بيغطي مكانloc معلول بيغطي ظاهره عشان السرعة لان محمد أبنى انا شايف ان باكرايت هيكون يا محمد هاني يا عمر كمال وبقول ان هو هيكون محمد هاني محمد هاني دايما عند كله رقم واحد احيى عطية الله مفيش غينة عنده باكليفت مران عطية لعيب رقم ستة انا شايف ان اكرم توفيق هو اللي هلعب رقم تمانية على اليمين وهيبقى بعد عمر الساعي معتقدش ان عمر الساعي في مباراة مثلا السوبر هياخد اول واحد على طول كريم اعتقد ان اكرم هيكون بيلعب على الشمال اكيد هيكون رقم تمانية التاني هيكون امام عشور حسين الشاحات على الشمال ريدا سليم على اليمين وفرود اكيد وسام أبو علي ممكن يكون فيه اختلاف شوية في ريدا سليم ولا بيرسي تاو انا بشوف ان ريدا سليم من نهاية الموسم كان فايق عن بيرسي تاو لكان عنده مشاكل كتير دي من وجهة نظري بس انا بقول لك لو بيرسي تاو فاي بلاقي كأنه عمل صفقة اقول لك توقع ليا الموسم اللي جاي ومش عايف تشاركت فيها جمال ولا موافقك من اولا تقول طب اكمل وقول لي انا ان امام عشور السنة الجاي في النادي الاهلي طب يا كابتك كريم بتحرق لنا المفاجئة ايه نجوف تشكيلة اللي بعدها ايه هتقولنا تشكيلة التانية دي التشكيلة اللي بعدها لما نادي الاهلي هيجي لعب بلعب برا ارضه المغرب في رأتونيس لعب في انتر كونتنينتل انت محتاج ان انت بيعندك لعيبة اكتر شارسة في الاستخلاص في وسط الملعب وشايف ان امام عشور هيجي جناح ليه امام عشور يجي دي هي نفس تشكيلة على فكرة بس الفرق الوحيد انها يبقى اكرم وامر سعي وامام عشور هو الجناح وهتودي حسين الناحة التانية ببساطة شديدة امام عشور من اللعيبة اللي بيحب ياخد الكورة في رجله وياخد الكورة ويزق ويعدي بيها عدد دمطار كبيرة جدا لانه هو مميز في الحتة دي ولو تاخد بالك السنة اللي فاتت مارسل كولر لما النادي الاقلي بيرجع يضم اللعيب الخامس على الاربعة اللوارة ويقف خمسة اللي بيرجع مش امام عشور اللي بيرجع حسين الشحات اللي هو الجناح الشمال عشان خطر قوة امام عشور في انه هو ياخد الكورة وبيدريبل وبيقدر يزق بيها وبالمناسبة مارسل كولر لعب في موتشين في اخر الدقايق حوالي عشر دقايق وربع ساعة لعب امام عشور كجناح فانا من وجهة نظري دي ممكن تكون التشكيلة الاقرب في المبارات اللي النادي الاقلي فيها هيلاقي كواليتي او هيلاقي جودة فرق اعلى شوية او زي النادي الاقلي سواء في افريقيا فيش حد يعلم من الاقلي في افريقيا مثلا ممكن مورات سانداونز مورات زي الوداد انما بكلمك على انتر كونتيننتل انا بشوف ان ده ممكن يكون تشكيل ابرز بس برضو محتاجين يشوف عمر الساعي اخباره ايه في موضوع الارتداد والاستخلاص لان الاهلي فريق ديناميكي جدا 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 عنده سيستم واضح اللعيبة بتحرك ازاي فمهم جدا عند مارس الكولر مش اللعيب يبقى حريف قد اللعيب يبقى عنده وعي تكتيكي في التحركات وتخطيط المساحة هايل هالله اصدف اعلى اعود ماشا ولا بتغيش لا لا شفت على فكرة شفت على فكرة